يجب على الناصح لنشه أن يعلم أن هذا الجهاز الذي في يده سيسأله الله تبارك وتعالى عنه يوم القيامة في كل كلمة كتبها أو صوت نقل أو منظر رآه أو سائعة تقبلها أو نشرها أو غير ذلك فإن ذلك داخل في عمل المرء الذي يحاسب عليه يوم يلقى الله ويقف بين يديه جل في علاه عباد الله وكما أن المرء في نفسه لا يحب أن تنقل عنه أخبار لا صحة لها ولم يتثبت من مصداقيتها فكيف يرضى بذلك في حق الآخرين ترجمة نانسي قنقر